هدف واشنطن من غزو العراق لم يكن محاولة لتنصيب حكومة معينة من قبلها فحسب بل لتدمير الاقتصاد الداخلي هذا ما أكده بامو نوري البروفيسور في جامعة لندن وعضو أكاديمية التعليم العالي الملكية وبحسب البروفيسور البريطاني فأن استهداف الولايات المتحدة للمؤسسات الخدمية والأساسية للحياة في العراق بـ 350 قنبلة يومياً خلال الغزو عام 2003 كان جزءاً من ذلك المخطط حيث حاولت واشنطن تدمير أكبر قدر ممكن من البنى التحتية الرئيسية لتوفير فرص لشركاتها بالمشاركة في إعادة الإعمار بعد الحرب التي أزهقت أرواح مئات الآلاف بأرباح خيالية ومن أجل فسح المجال أمام شركاتها أيضاً يقول بامو نوري إن الولايات المتحدة سعت لوضع شخصيات معينة لقيادة العراق الجديد بدلاً من الانتخاب الفعلي حيث كان ذلك مجرد جزء من هدف آخر سعت من خلاله إلى تعديل القانون في العراق للسمح للأجانب بتملك الأراضي داخل البلاد تقارير تؤكد ما هو مؤكد لا سيما مع اعترافات حكومية أبرزها جاء على لسان وزير الصناعة السابق محمد الدراجي الذي أكد وجود جهات معينة تدفع الأموال من أجل إيقاف المشاريع في العراق تصريحات تتطابق جملة وتفصيلاً مع ما أكده عضو لجنة الخدمات البرلمانية مؤخراً عبد الحسين الأزيرجاوي بشأن وجود جهات حكومية متنفذة تعترض على دخول المشاريع الاستثمارية التي حصل عليها العراق في مؤتمر الدول المانحة في الكويت بل تطلب من الشركات المستثمرة مبالغ مالية ضخمة مقابل إقامتها مشاريع داخل البلاد